في فيديو النهاردة هنعمل فراخل مقرمشة بألزة تدبيلة هعملها ليكم على طريقتي الخاصة هنشوف ازاي نحضرها ألزة بكتير جدا من الجهزة وتطلع مقرمشة وبلون دهبي ونطجها كامل جدا من جوة اذا عجبكم الفيديو ده عملوا لي لايك ولو اول مرة تشوفوا قناة تشتركوا وفعلوا جرس التنبيه اذا حابيني وصليكم اشعار بأي وصفة جديدة يلا بينا نبدأ عندي هنا فرخة وزن كيلو ويفضل كمان لو وزن 900 جرام الافضل ما تتعدوش وزن كيلو ومتين جرام وهنشوف ازاي هنقطعها مع بعض كمان من الحاجات اللي تسهل عليكم جدا لو مش حابين تقطعوا فراخ انكم تستخدموا دبابيس او وراك مخلية او صدور مخلية من العظم يعني مثلا لو هنعمل بالفراخ المقرمشة سندويتشات فهتبقى حلوة جدا دي الفرخة هقلبها على الجهة دي وهبدأ افصل السلسلة بتاعة الظهر بالشكل ده هقطع من هنا ومن هنا وتخلص منها تماما وعند عظمة السدر دي هكسر بسيط بالسكينة وبعدين هكمل فتح العظم بايدي وبسكين حاد هقسم الفرخة النصين بعد كده هبدأ الف السكين على الوركة بالطريقة دي واقسم من عند عظمة الفغض ونفس الفكرة هنطبقها على الوركة التانية كل وركة هقسمه الاثنين نقطع لحد ما يظهر لنا مفصل الدبوس وبعدين نقطع من عنده وهكرر برضو نفس الطريقة مع الوركة التانية أما الأجنحة فهنفصلها من دوران الكتف يعني نلف السكين حاولين نفصل الكتف ونقطع أما السدر فهقسمه الاثنين بالطريقة دي ونفس الفكرة هعملها مع السدر التاني أنا هنا فصلت الجنح بالكتف والسدر قسمته الاثنين يعني الفرخة الواحدة هتعمل معانا بالزبط عشر قطع بطريقة البسيطة دي هبدأ أعمل تشريحات بسيطة على الفرخ من بره علشان تسمح أن التدبيلة توصل لجوه وقت التسوية وتاخب تسوية كاملة ونفس الفكرة هنعملها لو هنستخدم مراجأ أو صدور مخلية من العظم هنعمل فيها زي فتحات صغيرة كده بالسكينة علشان تسمح بدخول التدبيلة نيجي الأهم حاجة وهي محلول النقع أو البراين في أيديته أننا نتخلص من أي روايح مزعجة في الفرخ هتسبب طعم ومش مرغوب فيه في النهاية كمان بيخلي الفرخ طرية وجوزي جداً وقت الأكل أنا عندي هنا 2 لتر من الماء البردة هضيف عليهم شوية من المطيبات زي شرايح اللمون، القرفة، الحبهان، القرونفل وورق اللورة عليهم هضيف نص كوبية من السكر، نص كوبية من الملح ونص كوبية من الخلد هقلب كل المكونات دي مع بعض ووضيف عليهم الفراخ المحلول ده ممكن تسيبوا الفراخ فيه ابتداء من نص ساعة والحد ليلة كاملة زي ما تحبوا بصراحة هتحسوا فارق كبير في راحة الفراخ بعد محلول النقع ده أنا سبتها بس لمدة ساعتين بعدين غسلتها وصفتها كويس ودلوقت هحضر تدبيلة على الفراخ هضيف معلقة صغيرة للطوم المفروم وعليهم معلقتين كبار من الشطة الشطة مش تدينا طعم من شط شط خالص إحنا علشان ناخد اللي هي الفراخ اللي هي الحرة فهنحتاج نضيف كمية شطة أضعاف أضعاف الكمال اللي احنا ضفناها دي عليهم بقى هضيف خليط التوابل التوابل اللي احتاجها هتكون توم بودر، بصل بودر، زعتر، زنجبيل، فلفل أسود، ملح لامون شطة، فلفل أبيض، بابريكا مدخنة، ملح وبودرة مرأة الدجاج أكوة أربع مكونات بيفرقوا قوي معايا كل مرة بعمل فيهم الوصفة دي هي توم البودر، الشطة، بودرة مرأة الدجاج وملح اللامون ما تستغنوش عنهم هضيفهم على الفراخ واقلب كويس وبعدين ندخل التدبيلة في قلب الفتحات اللي عملناها في الفراخ بحيث كل جزء يتشرق من خليط التوابل عليهم هضيف اتنين كباية من اللبن الرايب وهسيب ليكم البداية الخاصة بيه في صندوق الوصفة هقلب اللبن الرايب مع التوابل والفلفل وغطيهم واسبهم في التلاجة لمدة ليلة كاملة يعني 12 ساعة تاني يوم هخرج الفراخ وابدأ أصفيها من التدبيلة كويس بالشكل ده واسبها على جنب دلوقت هحضر خليط التغطية عندي هنا ثلاثة كوب من الدقيق هضيف عليهم 3-4 كباية من النشا يعني لكل كباية دقيق هنستخدم ربع كباية نشا وعليهم هضيف التوابل أنا استخدمت ملح بصل بودر توم بودر بابريكا فلفل أبيض شطة بودرة مرق الدجاج زنجابيل والمكون الأهم واللي بيفرق قوي هو بودرة المستردة كمان لو عندكم بزور كرافس مطحونة فهتفرق معاكم قوي يا جماعة في خليط التغطية هيا ما كانتش متوفرة عندي المرة دي لكن لما بتكون متوفرة بتديني طعم حلو قوي هضيفهم بالشكل ده وأقلب كويس هاخد الفراخ أنزل بيها الأول في خليط الدقيق ونقلب من بعيد بدون ضغط قوي وبين كل تقليبة والتاني ننفض الفراخ بالطريقة دي علشان نشيل منها أي دقيق زيادة بعد كده هاخد الفراخ وانزل بيها في مية هعدي لحد تلاتة واخرقها على طول مش هسيبها كتير بعدين هرجع لآخر مرة الخليط الدقيق وهقلبها عشر مرات بالضبط بالطريقة اللي احنا شايفينها دي لحد ما تعمل كوفر كويس جدا وأهم حاجة ننفض الفراخ كده بيدينا علشان تدينا الكوفر المظبوط وعلشان تاخدوا لون مظبوط للفراخ المقرمشة اختاروا زيت جودته تكون كويسة زي زيت هلا هيديكوا لون دهبي ومش هتحرق بسرعة وقت القلي خفيف تحفة جدا والنتيجة هتكون فراخ مقرمشة بلون دهبي مظبوط ونطقة جدا من جوة حاجتين عليهم عامل كبير في اللون نوعية الزيت لازم تكون كويسة كمان نوعية القلب المستخدم في القلي لازم يكون تقيل وبيتحمل الحرارة لو استخدمنا زيت رضيء او جودته مش كويسة فممكن يحرق الفراخ بسرعة ويخليها من جوة مش نطقة بكفاية لكن لو استخدمنا نوع جيد فده هيفرق جدا معنا في النتيجة أهم حاجة ان الزيت يكون ساخن كفاية على حرارة 180 استخدموا ترمومتر مثلا لو متوفر عندكم علشان يزبط ليكم حرارة الزيت كمان استخدموا حلة بلاش توصع علشان تديكم لون وتسوية مظبوطة جدا والنصيحة الاهم بلاش نضيف كمية كبيرة من الفراخ لان ده هيقلل من درجة حرارة الزيت وهيأخر التسوية او اللي اقتين هيكونوا على حرارة عالية 180 بعدين ننزل الحرارة للوسط وهنقسها بالترمومتر فهتكون تقريبا 160 لو الفراخ بالعظم فهتحتاج معاكم تقريبا 15 دقيقة ولو الفراخ مخلية فهتحتاج معاكم بالضبط 12 دقيقة الفراخ متجهة كامل ووغدا لون ده هيبي حلو جدا بدون ما تتحرق الفراخ وغدا كفر حلو قوي مش مبالغ فيه ولا تقيل مظبوط ومقرمش جدا يعني ياريتكم معايا علشان تسمعوا صوت القرمشة عامل ازاي هصفيها كويس وخرجها على شبكة فراخ مقرمشة بتدبيلة ممتازة تستنتعوا براحتها جدا ممكن نقدمها باكتر من طريقة ممكن نعملها ساندويتشات ممكن نقدمها مع كول سلو او رز او بطاطس اي حاجة انا بجيب عيش تورتيا وبضيف عليه صوس يعني ممكن مايونيز او مستردو او ممكن الاتنين مع بعض بضيف عليهم شريحة طماطم ما خاص وعليهم بضيف ورك فراخ مخلي ومقرمش زي ما احنا شايفين كده وهطبق عليه العيش بالطريقة دي بعدين هلفه فورقة زبدة بالشكل ده الاز بوكس فراخ ممكن تعملوه في البيت ممكن تقدموه معصوصات وبطاطس او تعملوه ساندويتشات زي دي مثلا بصراحة الساندويتش ده حلوي جدا وشكله جميل وبسيط في فكرته جدا تأملوها كده كريزبي جدا واغدلون دهبي مش شربه ولا نقطة زيت الكفر مش سميك او مبالغ فيه او يضايق في الاكل بسيط ومقرمش جدا ومتماسك مع الفراخ نتجها كمان من جوه ممتاز وشربة تدبيلة لحد اخر قطمة جربوها واستمتعوا بقلاز ارمشة وتدبيلة وبكده تكون وصفتنا لليوم خلصت اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم لو عجبكم الفيديو ده عملولي لايك ولو اول مرة تشوفوا قناتي اشتركوا فعالوا جرس التنبيه اذا حبيني وصليكم اشعار باي وصفة جديدة اشوفكم على خير